عصفة انتقادات في صفوف الديمقراطيين بعد أول لقاء جمع بين بايدن وترامب في مناظرة رئاسية هي الأولى منذ العام 2020 شبكة MBC News أشارت إلى أن بعض المشرعين الديمقراطيين الذين لم تذكر أسماءهم دعوا بايدن للانسحاب وعقد مؤتمر حزبي مفتوح لاختيار مرشح ديمقراطي جديد في هذه المرحلة الحساسة قال مارك بيول أحد المنحين الرئيسيين لبايدن والحزب الديمقراطي إن الوقت قد حان لإنهاء حملته واصفا أداء رئيس الأمريكي بالهشي والضعيف ووصفت الديمقراطية السيناتور السابقة كلير مكاسكل الأمر بأنه أزمة تثير قلقا كبيرا في الولايات المتحدة حتى أن مديرة الاتصالات السابقة لإدارة جو بايدن قالت إن المناظرة مخيبة للأمال ودع أندرو يانج المرشح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020 بايدن إلى التنحي قبل فوات الأوان وأيضا نيكولاس كريستوف كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز وهو أحد المقربين وأيضا حليف الرئيس جو بايدن وفي تغريد على منصة إكس قال أتمنى أن يفكر بايدن في أداء هذه المناظرة ثم يعلن قراره بالانسحاب